السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ السنة الأولى متوسطة لحتى أولياء تلاميذ لهم يشاهدوا فينا معكم أستاذ ياسمين وإن شاء الله اليوم رح نشوفه فرض الفصل الثالث في مادة الرياضية يعني إن شاء الله رح نشوفه في القناة رح نشوفه جميع إن شاء الله فروض واختبارات الفصل الثالث وحتى إن شاء الله الملخصات إذن بدون إطالة يلا نشوفه وش يقدر يطحنا في قناة فرض الفصل الثالث في مادة الرياضية يلا ونبدأ بالثمانين أول اللي قلنا عليه تمنيقات أول سؤال يقول عبر حرفيا عن العبارات التالية يلا نشوفو مجموع X وضعف Y هذه لازم نعبر عليها حرفيا وشو معنتها حرفيا معنتها أقوم بيعني ندير معادلة نفهم جداء خمسة و Y معتا كيف تكتب جداء خمسة و Y معتا كيف أكتبها رياضيا نفهم هذه بالنسبة للسؤال الأول السؤال تاني يقول بسيط العبارة التالية بحذف إشارة في إن أمكن معتا إن أمكننا ويقول لي إن أمكننا معتا إذا قدرنا نحو إشارة في العبارة التالية اللي تقول 2 في X ناقص 7 في 3 زائد 5 في X زائد 8 بين قوسين نروح للثالث عبر بدلالة X على محيط شكل مقابل إذن عندي شكل مقابل هذا الطول هو X زائد 1 الطول هذا هو أربعة X هذا 3 هذا أيضا ثلاثة وهذا وهذا لو ميقول لي كيف كيف لي معنتها هذا X وهذا X معنتها متسويا لازم ديروا المحيط بدلالة X يالها رابعا أحسب قيمة العبارة من أجل Y يساوي خمسة و X تساوي ثلاثة معنتها الأتعالي هي A تساوي أربعة X زائد ثلاثة ناقص Y زائد X كل مرة وين القادل Y نعوضها بخمسة وين القادل X أعوضها بثلاثة وأحسب الأش حال تخرج نفهم؟ إذن هذا بالنسبة للثمانين الأول يالها نشوفوا الثمانين الثاني وش يقول لي عليه ستنقاط يقول لي أوجد قيمة العدد X في كل حالة من الحالات التالية عندي العبارة الأولى تقول لي 12 زائد X تساوي خمسة وثلاثون إذن يالله لازم معني نحسب الأش حالة تساوي هنا الثانية تقول لي X ناقص 42 وتساوي 58 وخمسون كذلك نجبله الأش حالة تساوي والأخيرة 4X تساوي 24 سما في كل واحدة لازم نستخرج الأش كم تساوي إذن يالله الثمانين الثالث والأخير وش يقول لي تحقق إن كان الجدولان يمثلان وضعية تناسبية إذن عندي الجدول الأول والجدول الثاني في كل جدول رح نقول إذا يمثل جدول تناسبية أولى نفهم يالله ما ما قال ليش تعلين أنا يجيب علي أن أعلين بش هكذا المصحح يا رب لي ما غشيناش يالله السؤال ثانية تناسب ثمن الظهور مع عددها أكمل ملء جدول إذن وش قلنا في جدول تناسبية ولا تناسبية أعطيتها لكم بأبسط طريقة ممكنة لمستحيل زيد وتغلطوا فيها نفهم اللي إن شاء الله هنحطها لكم في رابط الوصف لازم تشوفوه الدرس هذا نفهم إذن يالله عندي عدد الأزهر في كل مرحلة عندي أربعة اثنى عشر ستة عشر عشرون والسعر عطاني فقط أربعة أزهر كم يساوي تسعون دينار أنا لازم عني نجيب التع تناش وستاش وعشرون نفهم إذن هذا قلنا بالنسبة لفرض بسيط جدا في الرياضية يالله نبدأو نحلو معه إذن يالله نبدأو بالتمرين الأول مع بعض طرقوا اللي يعبر حرفيا عن العبارات التالية يالله نشوف قال لي مجموح إكس إذن يالله ومشو معتها مجموح إكس معتها إكس مجموح معنتها أجمعه منفهم وضعف إقراج وشو معتها ضعف إقراج معنتها الزوج خطرات منفهم ضعف معتها إثنان أي شيء نقول وضعف معنتها نضربوه في إثنان إذن هذه مجموح إكس وضعف إقراج يلا جودة 5 و إقراج ما هي إلا 5 إقراج احنا قلنا في الرياضيات ما كان نكتبه الفي ما كيكون عندي حرف و رقم ما فهم نكتبه فقط 5 إقراج يلا السؤالي بعد وبسيط العبارة التالية بحذب إشارة في إن أمكن إن أمكن ما فهم إذا نقولنا دو ما كيكون عندي رقم و حرف ما علي إلا نحدفهم ما نقدر نكتب 2 إكس ما كان نكتب 2 ضرب إكس لا معليش لكن كيكون عندي رقمان ولا عددا لا ما نقدرش أنا مثلا لو كان نحدف اللهنة الفي رح تولي 3 و 7 و 3 في 7 لا تسوي 73 و 70 إذا اللهنة لا يمكن حذفها لكن هنا كيكون عندي رقم مضروب في قوس نقدر ننحي القوس عفوا نقدر ننحي الضرب إذا حالتين نقدر ننحي فيهم الضرب كيكون عندي رقم أو حرف مضروب في قوس ولا رقم و حرف إذا كيف تصبح هذه تصبح 2 إكس ناقص 7 في 3 قلنا من نحوهاش زائد 5 إكس أعفوا إكس زائد 8 بين قوس نفهم إذا تكتب على الشكل التالي يلا اللي بعده عبر بدلالة إكس عن محيط الشكل وش ما معتاك كلمة عبر بإكس ما تخليه لي بإكس يلا محيط هو نجمع جميع الأطول يلا مثلا نبدأ 3 زائد 3 زائد إكس زائد إكس إذا عندي 2 إكس زائد إكس زائد 1 زائد أربعة إكس وش قلت لكم دوما نحوط على الإكس و للحرف بش هكذا نجمحه مع بعض إذا عندي أربعة إكس والإكس 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 نزيد لها الواحد و لي سبعة إذا و لتلي 1 2 3 والأربعة إذا عندي سبعة إكس يلا نشوف الأعداد عندي الأعداد نجمحه مع بعض 3 و 3 ستعطيني 6 والواحد سبعة إذا نتولي لي سبعة إكس زائد سبعة لهنا نقدر نجبت السبعة كعامل مشترك ما دم عندي لهنا سبعة لهنا سبعة نجبت سبعة كعامل مشترك وش يبقى لي يبقى لي إكس زائد واحد إذا تحبوا تكتبوها لهنا صحيحة لكن اللي يكمل لهنا يزيد للأستاذ 0.25 يلا اللي بعده احسب قيمة العبارة من أجلي يشوفوا كي تلقوا كلمة من أجلي معانتها وين تلقاوه الإقراج عوضوه بخمسة وين تلقاوه الإكس عوضوه بثلاثة إذا يلا هاو الإكس نعوضوه بثلاثة إذا تولي لي أربعة في ثلاثة ما فهم قلنا هدي في معانتها في زائد ثلاثة نكتب زائد ثلاثة ناقص إقراج وش قلنا خمسة إذا نكتب خمسة زائد إكس اللي هو ثلاثة نكتب ثلاثة وأحسب عادي معانتها ندير ربعة في ثلاثة تعطيني إثناش زائد ثلاثة وثلاثة هذه ستة نقص خمسة اللي تعطينا ثلاثة تعشر إذا أتسوي ثلاثة تعشر شفتوا باللي تمرين بسيط تقدروا تدو عليه العلامة الكاملة إن شاء الله يلا تمرين لي بعده ست نقاط كذلك يقولي أوجد قيمة العدد إكس في كل حالة إذا يلا في كل حالة لازم نعطي له الإكس كم يسوي نحطه في جهة وحده والطناش هادي نديها مع العدد لكن ركزه كانت زائد إثناش نحنا فقط ما نكتبوش كي ننقلها للجهة الأخرى تولي ناقص إثناشر تولي لي خمسة وثلاثين ناقص إثناش نحسبها تعطيني ثلاثة وعشر يلا نخدو مثال آخر إكس لازم نخليه وحده والأرقام نديرهم في بلاصة وحده إذا إكس نخليه على يساري والأعداد نديرهم على اليمين إذا كتناقص إثناني وأربعون كي ننقلها من جهة الأخرى تولي زائد إثناني وأربعون ثمانية وخمسين وثلاثين وأربعون نحتاطيني مئة لكن كي يكون عندي هكذا وش نمعتها وش قلنا أربعة إكس كي تساوي مثلا عدد نحكم هذاك العدد كي ما راهو نقصه على اللي قدام الإكس تولي اللي أربعة وعشرين قسمة أربعة اللي تساوي ستة لاحظتوا كذلك سهلا لازم تركيز فقط يلا ننتقل إلى الثمانين الأخير يقول لي تحقق إن كانت جدولا يمثلان وضعية ناسوبية إذن كيف أتحقق قلنا دون تحقق يكون بسيط جدا نحكم العدد الكبير في كل خانة نقصه على صغير نحكم العدد الكبير نقصه على صغير نفس الشيء الكبير نقصه على صغير إذن هنا تمانية قسمة زوج يتعطيني أربعة ستاش قسمة أربعة يتعطيني أربعة لكن لاحظوا تمانية وعشرين لو كان نقسمها على ستة لا تعطينا أربعة إذن هتزوج صح كيف كيف يسوي ربعة لكن هذه راح تعطيني أربعة فاصل ستة 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 إذن مدام في ثلاثة تمشي متساوين إذن لا يمثل وضعية ناسوبية لازم بدأ يكونوا متساوية يلا نشوفوا هذا إذا وضعية ناسوبية نحكم خمستاش نقسمها على خمسة واحدة وعشرين على سبعة لحظوا باللكيلة الكسرين يعطيني ثلاثة إذن هذا الجدول يمثل وضعية تنسوبية ومعامل تنسوبيته هو ثلاثة يلا الجزء اللي أول كمناه نروحوا للجزء الثاني اللي يقول لي تناسب ثمن الظهور مع عددها أكمل جدول تنسوبية واش قلنا في الخطوات التاعنا الجدول تنسوبية لازم علي أولا نجبد معامل تنسوبية كيفاش نجبد معامل تنسوبية نروح للجدول التاعي نشوف وين راهم أعطاني الأعداد في الزوج إذن لهنا نحكم دوما العدد الكبير نقسمه على صغير إذن نقسم تسعين على أربعة راح تعطيني اتنان إذن نكتب 22.5 منا و 22.5 منا العدد الصغير نضربه في 22.5 بش يعطيني عدد كبير والعكس صحيح الأعداد الكبار نقسمهم على 22.5 بش يعطوني أعداد صغير يلا نبدو نلعبو إذن عندي هات 14 نتبع السهم التاعي 12 نضربه في 22.5 تعطيني 270 نفس الشي 16 نتبع الرقم ما لازمش هكذا يكون السهم لا ما لازمش تتلاقى مع السهم لازم تروح مع السهم 16 نضربها في 52 تعطيني 360 نفس الشي 20 نضربها في 22.5 تعطيني 450 وكملت ملأت جدول التناسبية تاعي وتلاحطوا باللي تقدروا إن شاء الله تدوا على متع عشرون على عشرون بسهولة نفهم إذن هذا بالنسبة لفرض الفصل الثالث في مادة الرياضية للسنة الأولى متوسط إذا عندكم أبنائي ولا بناتي أي سؤال ولا استفسار خلوهني في التعليقات أجيب عليه إن شاء الله في أقرب وقت ممكن وكما أقول لكم كالعادة بالتوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر